عدنا لحضراتكم برضو يعني معلش هذكر حضراتكم باللي احنا كنا بنقوله قبل الفاصل نحن كنا بنتكلم على موضوع ازدواجية المعيير والتقرير اللي بصوت زميلتنا إسراء سعد بشكورها شكري جزيل على هذا التقرير والحقيقة اللمة الحلوة بتاعت ازدواجية المعيير في القضية الفلسطينية ودور مصر برضو في القضية الفلسطينية شوفنا في تقرير سابق قبل كده كل ده بينعكس زي ما قلت لحضراتكم كده ان لينا قرار ولينا رأي ولينا ادارة وارادة في قضية تير جدا كانت الحاجات دي الحقيقة كبتوه قبل كده في سنوات سابقة كبتوه في معالم الفضائيات هنا وفضائية هنا وفضائية هنا في خلال العشرين خمسة وعشرين سنة اللي فاتوا خلينا نؤكد انه ما كانش عندنا القدرة الكافية انه يكون لنا صوت اقليمي صوت اقليمي ده مهم جدا صوت اقليمي في هذا الامر ويكون لنا قضية من القضايا يكون في رأي مصر فيها فالرأي المصر ده نشوف المؤشره فين ما بنلاقهوش فنلاقي كلمة كده في القناة دي وكلمة كده في القناة دي وكلمة كده في القناة دي في ظل الأزمات المتتالية من أول أزمة ليبيا السودان نهاية تنبيه أو حاليا الأزمة اللي احنا فيها والأزمة الخطيرة جدا اللي احنا فيها أزمة قطاع غزة والاستوب الهمجي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بنلاقي قناة معبرة عن الإرادة المصرية والإدارة المصرية في هذا الإطار وهي قناة القائرة الإخبارية اللي بتحتفل في غضون أيام إن شاء الله يوم الحد أو الاتنين الجايين هيبقى مرور عام على هذه القناة بكل ما فيها بقى من الحقيقة بدايات واستمرار للبدايات وإن شاء الله السنة دي تبقى أول سنة وتستمر بإذن الله سنوات قادمة وقادمة وقادمة وانا الحقيقة طلبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن هي بتعمل حاجات لطيفة جدا وبتعمل حاجات مهمة جدا وبتعمل عملية وعي للإعلام المصري من ضمن الحاجات دي أن يبقى في مساندة حقيقية ومساندة كبيرة لهذه القناة اللي هي قناة القائرة الإخبارية في المرحلة القادمة بإذن الله شكرا